بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا اليوم عن تسمم البارا سيتامول او الاسيتامينوفين الاسم العلمي البرا سيتامول او البندول او الابيمول او البرامول من اكثر الادوية استعمالا وانتشارا البارا سيتامول دواء كل الناس بتستعمله وتستخدمه وهو قافض للحرارة ومسكن للألم لكن قد يحدث تسمم من البارا سيتامول قد يحدث تسمم من عقار البارا سيتامول الجرعة الدوائية للبارا سيتامول من 10 الى 20 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم كل 4 ساعات يعني احنا ممكن ندي 10 الى 20 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم كل 4 ساعات حتى للاطفال يعني لو طفل وزنه مثلا 10 كيلو ممكن نديله 10 فى 10 يبقى 100 ميلي جرام او 200 يبقى 200 ميلي جرام ده كل 6 ساعات من هذا الدواء الجرعة السامة من عقار البارا سيتامول هي 140 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم وبالتالي الفرق بين الجرعة الدوائية اللى 10 الى 20 وبين الجرعة السامة اللى 140 فرق كبير جدا وده اللى بيخلق البارا سيتامول من الادوية الامنة واللي هي صعب جدا ان هي تعمل تسمم لكن ممكن واحد ياخد مثلا شريط كامل او شريطين او يعني جرعة كبيرة جدا من من البارا سيتامول ممكن واحد ياخد جرعات كبيرة جدا من البارا سيتامول ويحصل له تسمم يعني واحد مثلا عاوز ينتحر فياخد جرعة كبيرة جدا من البارا سيتامول فيحدث له عملية الايه التسمم الايه هي الصورة الاكلينيكية لو واحد بقى اخد شريطين ثلاثة ثلاثة اربع شرائط مثلا من البارا سيتامول ده وبلحهم كلهم مرة واحدة ايه اللى يحصل له ايه اللى يحصل لهذا الشخص الاعراض اللى تظهر عليه نتيجة التسمم بعد اتناشر ساعة الى اربعة وعشرين ساعة اه يصاب الانسان باعراض تسمم البارا سيتامول اللى هي بتتمثل في غثيان غثيان كعرق او احنا بنسميه عرق غير طبيعي والعراض بقى التسمم هتبه غثيان نفسه غم عليه ويلجع ويصله عرق غير طبيعي بنسميه ديافوريسيز حتى لو الجو برد يعني حتى لو الواحد في عز البرد يصاب بايه بعرق اللى هي ديافوريسيز فجدان الشهية تغيرات في وظائف الكبد نتيجة ان بيحدث تسمم حاد للكبد من البارا سيتامول والبارا سيتامول ده مع انه امن جدا لكنه في الجرعات الكبيرة بيعمل تأثير ضر جدا بالكبد يعمل تأثيرات ضر جدا بالكبد ويعمل تنكرز في خلايا الكبد موت في خلايا الكبد اللى هو البرا سيتامول ده واحد خاد جرعات كبيرة جدا ايه منه ايه هو التعامل مع الشخص اللى بيصاب بتسمم البرا سيتامول ايه العلاج بتاعه هنعمل له غسيل معده جاسترك اسبيريشن اند لفاج نعمل غسيل معده لهذا الشخص بمحلول ملحي طبيعي اللى هو المحلول الملح اللى بيبقى موجود فى الايه فى الصيدليات وفحم نشط وبياخد ادوية ياخد ادوية اللى هي بتعزز وظائف الكبد ونبدأ نعمله تحليل لوظائف الكبد نبدأ نعمله تحليل لوظائف الايه الكبد بنستخدم بنستخدم بقى فى مادة مهمة جدا اللى هي اللى بنسميها الترياك بتاع البراسيتامول اللى هو العلاج بقى المضاد اللى إليها مادة اسمها انقاصطايل سستاين انقاصطايل سستاين دي دي المادة المضادة للبراسيتامول انقاصطايل سستاين هو اساس أساس علاج حالات تسمم البلسطة مول يبقى واحد خد جرعة الرهيبة ديك واحد خد مثلا كم شريط كده مرة واحدة عشان ينتحر مثلا أو واحد خدها عن طريق الخطأ أو واحد مجنون أو أي سبب من الأسباب بانستخدم مادة لأن أسطيل سيستايين ديك اللي هي المادة المهمة والأساسية في علاج تسمم البرسطة مول البرسطة مول لما بيبقى بجرعات زائدة بيكون نوات سمى بالنسبة للكبد تؤدي إلى تدمير خلايا الكبد وتنكرز خلايا الكبد المادة الأسطيل سيستايين اللي هي الارتصار بداحة ن اي سي دي بتبقى موجودة متوفرة في صورة ايه؟ عشرة مليليليتر أمبولات الأمبولة عشرة مليليليتر كل أمبولة بتحتوي على اتنين جرام او متين مليلي جرام لكل مليليليتر بتحتوي على اتنين جرام من الانأسطيل سيستايين المادة التجارية بتاعتها بتبقى اسمها بارفوليكس جبها دلوقتي بالنسبة ليه؟ احنا بنتكلم عن تسمم إمبارا سيتامول اللي هو الدواء المشهور جدا حرارة المشهور اللي كل الناس بتستخدمه لكن ممكن تخدوا بجرعات كبيرة جدا اللي هي مية واربعين مليلي جرام لكل كيلو جرام ده طبعا جرعة كبيرة جدا يعني واحد خد مثلا حوالي واحد خد مثلا شريطين ده اللي تسمم واحد خد شريطين اتنين من البرى سيتامول عشرين قرص من البرى سيتامول فالشخص ده زي ما قلنا انه يحصل له ايه؟ رسيان وكيء و عرق او تعرق يعني عرق غير طبيعي فجدان شهية تسمم كبدي يعني حصل له تسمم كبدي وده بنعمله ايه؟ زي ما قلنا مرة تانية بنقول غسيل معدى لهذا الشخص وبنتستخدم اهمة حاجة مادة اسمها fourات صيستايين اللي هي اسم التجار بتاحها برفوليكس امبلات حؤان برفوليكس ديت اللي هي بنستخدمها في علاج ايه؟ اه؟ في علاج هذه هذه هي الحالة من التسامن بنستخدامها في الأول بجرعة 150 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم بنحطه على 200 سنطي من جلوكوس 5% وندي بالتنقيط الوريدي على مدار 15 دقيقة وبعد كده بندي بجرعة 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم في 500 ميلي من جلوكوس 5% على مدار 4 ساعات وبعد كده بندي بجرعة 50 ميلي جرام من وزن الجسم في 1000 سنطي من جلوكوس 5% على مدار 16 ساعة مادة تنقذ حياة الإنسان في حالات تتسمم به البارا سيتامول أو الاسم العلم بتاعه أسيتامينوف ونرجو أن نكون قد استفدنا من هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته